أظهرت البيانات الصادرة عن منظمة التجارة العالمية أن قيمة الإجمالية لواردات وصادرات الصين في عام 2023 بلغت 5.94 تريليون دولار أمريكي وذلك بزيادة 0.75 تريليون دولار أمريكي عن الولايات المتحدة التي تأتي في المرتبات الثانية وفي عام 2023 وصلت حصة الصين في سوق التصدير العالمية إلى 14.2% ولم يتغير مقارنة عن ما كان عليه في عام 2022 حيث شهد ارتفاعاً بـ 1.1 نقطة مئوية لما كان عليه قبل تفشي الوباء وبلغت حصة الصين في سوق الاستيراد الدولي 10.6% بينما حافظت الصين على نفس الحصة في عام 2022 بشكل أساسي كانت البيئة الخارجي لعام 2023 معقدة وخطيرة حيث تباطأ الطلب في السوق الدولي بشكل كبير مع اندلاع الصلاعات الإقليمية في ظل حذيل حوال حافظت حصة الصين في السوق التصدير الدولي على الاستقرار بشكل أساسي مما يعكس المرونة القوية والقدرة النفسية للتجارة الخارجية الصينية وإفقاً للبيانات التي تابعناها نجد أيضاً أن الاتجاه الإيجابي طويل الأجالة لاتجارة الخارجية الصينية لا يتغير بعد ترجمة نانسي قنقر